حلقة جديدة من كواليس النجوم هذه الليلة نبدأ من خلالها باستعراض فقرة شخصيات درامية للحديث عن أبطال مسلسلات رمضان لعام 2015 شخصيات درامية لهذه الليلة هو فنان مصري مخضرم شارك خلال حياته الفنية بأكثر من مئة مسلسل تلفزيوني آخرها كان مسلسل بين السرايات وأيضا حارة اليهود زنهم في مسلسل بين السرايات وأبو علي في مسلسل حارة اليهود دوران للنجم المصري سامي العدل في شهر رمضان الحالي تمثل شخصية زنهم في مسلسل بين السرايات رغم بساطتها شكلا وتركيبة أداء لم يقدمها سامي من قبل في أعماله الفنية عفويته وتلقائية زنهم تأخذ بعدا كوميديا يجعلك تتعاطف معه كمشاهد رغم أنه لا يمثل الشخص اللطيف فهو صاحب مكتبة تصوير في أحد الأحياء الشعبية وزوج فاشل في المجتمع ورغم هذا وذاك فهو يسبب لأسرته العديد من المشاكل أما أبو علي في مسلسل حارة اليهود فهو شخصية مختلفة للغاية أبو علي هو والد الضابط الذي يعشق الفتاة اليهودية في حارة اليهود المصرية شخصية طيبة للغاية تشبه سامي العدل في الحياة تنادي للسلام بين الناس وتستطيع أن تجد عذرا لأي شخص قبل أن تحكم عليه هدان المسلسلان هما آخر ما قدمه الممثل والمنتج سامي العدل الذي رحل قبل أن يستكمل تصوير مشاهده الأخيرة في حارة اليهود لقاء واحد لهذه الليلة مشاهدين استضافنا فيه النجم المصري سامي العدل في آخر حواراته التلفزيونية وحصريا على قناة سكاي نيوز عربية من موقع تصوير مسلسل حارة اليهود من موقع تصوير مسلسل حارة اليهود معي واحد من أهم نجوم الدراما المصرية طبعا تاريخ كبير لسامي العدل نستطيع أن نتحدث عنه إنتاجا وتمثيلا مسرح سينما مرحبا فيك سامي العدل أهلا وسهلا أنا كتير أواشي سعيدة أنك أنت اليوم موجود بموقع تصويرنا وشكرا لأنه سمحتونا نكون عنكم اليوم استثنائيا ده أنت على رأسنا من فوق بنشرف كل ما بتيجوا بتنورونا بتحسسونا بالتواصل اللي المفروض يبقى موجود بنا وبين كل العرب أو كل الناس اللي حواليه هذا التواصل مفروض ما يبقى لهش حدود والمفروض إن التواصل ده نحس برد فعله منكوا بقى مفتتفرجوا تقولوا لنا رأيكوا اللي همنا جدا تقولوا لنا هل عجبك ولا لك اليوم نحن موجودين بمسلسل عم بيحكي عن يمكن مرحلة تهجير اليهود أو هجرة اليهود المصريين من مصر بمطرح من المطارح كانوا اليهود متهمين يمكن أو كانوا دائما في عليهم تهمة إنه هن بيشبهوا الصهاينة وكلمة يهود هي دائما ملثقة بالصهيوني خبرني أنت أكتر عن هذا المسلسل هو الدكتور المتحدة طبعا أن تصرهم وورا زي المجتمع في حارة اليهود كانوا متغلغلين جوا بعض يهود مسلمين ومسيحيين وحتة إنه يهودي أو مسلمين ما كانش بتفرق بينهم وبين بعض يعني على درجة إنه فيه مشهد بني وبين ابني اللي هو إياد نصار بقول له حابب قوي تتجاوز يهودية تتجاوز يا سيدي بس تتجاوز بنت شوكوريل ولا حاجة مش بنت رجل يعني هو مش فارق معاه سيبنه ده ظابط يعني باشا لازم تتجاوز من مستوى عالي لكن مكتش بتفرق بينهم وبين بعض من الديانة دي خالص لدرجة وده الحقيقة محدش هجره هما زي في ضيحة الأفون كده ما تعملت كان فيه ناس منهم بيفجروا حاجات عشان يخلوا الثورة تطرده هما يهربوا لكن هما فضلوه وفيه ناس غير دلوقتي على فكرة عندنا معابد يهودية موجودة في مصر كتير وعندنا جالية يهودية وعمرهم متعاملوا معاملة سيئة ولحق خانص لأن حتى متحد بيظهر إن اللي دبس اليهود جماعة الإقوان المسلمين هما اللي كانوا بعملوا كل حاجة ويرموها على اليهود هذا هو وقت المسلسل بتحس استاذ سامي يعني هاي المرحلة كان لازم منعرض فيها هذا النوع من الأعمال والله شوفي أنا مني من كم سنة عملت مسلسل اسمه رايا وسكينة وسئلنا تقريبا نفس السؤال هل ايه ايه يعني لازم تعمل رايا وسكينة دلوقتي حاجة كانت سنة سبعتاشر أو سنة تمنتاشر أو والتولي طبعا نعملش حاجة بالعبط يعني الأمر ببساطة شديدة جدا المجتمع أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية اللي كانت موجودة اللي خلقت رايا وسكينة هي نفسها اللي موجودة دلوقتي اللي ممكن تخلق مليون رايا ومليون سكينة ولهذا لابد أن ندق نقوص الخطر يا جماعة خل بالكم ظروف الاخصادية والاجتماعية اللي خلقت اتنين أول امرأتان يعدموا موجودة دلوقتي ممكن تطلع لكم ناس كتير قوي بنفس الصورة فخلوا بالكم ودي مسؤولية الفن يعني أنا مش مسؤولية إن أنا حليلك مشكلة وتصرف انت بقى شو دورك بمسلسل حارة اليهود أنا بعمل حاج إبراهيم الحسيني أبو إياد نصار اللي هو الزابط مجمله أول ما قامت الثورة زعل جدا فأمرأته قلت له زعلان ليه مجمله قال لها عشان قعدت طول عمر رحلة من ابني يبقى باشا عشان ما يقولوش بتاع الزبادي أبو إيه أبو إيه أبو إيه اللي فيه قال له خلاط اللي بد البشويحة مشرو حتى ما اشتركش في الثورة دي مع زميله عشان يبقى له حيثية قالت له لو أنت شعرفك أنه ما اشتركش في الثورة قال له دي قاعد يسمع البيان زي وزيينة هيبقى الشرك إزاي فكان كل مشكلته اللي لخصها احنا بنخلف عيال نخاف عليها من الهواء الطاير ونكبرها لغاية ما نتصدم فيه نكتشف إن ولاد الغربة أو الناس الغربة أحنى علينا منه البيت اللي تمنيت إنها تبقى دكتورة راحت تجاوزت ابن الطرشاجي والبي اللي تمنيت إنه يبقى باشا بيهرب مع بيت ياهودية لا ده نفع ولا ده نفع وده احنا قاعدين أه أما تشوفي الإعلاقات الإنسانية اللي بينهم وبين بها ده تكتشف مثلا إن إعلاقته بهارون اللي هو الراجل جاره اللي تحتيه أقوى من إعلاقته بالراجل المسلم اللي هنا دي بيدفع عنه وما قلاش وما بيجيش في بالهم إن ده مسلم وده يهودي وده مسيحي وده مسلم اللي نغمة جديدة أول مرة نسمعها نصول عمرنا في الحرة مع بعضهم بنقعد على القهوة واللي بحصل في بيته زي اللي بحصل في بيتي وهم بحصل له حاجة كلنا بنجري ورا إيه في إيه؟ يعني إيه يهودي ويعني أمسي كلنا أولاد الحرة دي ودي حقيقة وكانت موجودة في مصر إلى أن ظهرت في السبعينات بقى والمرحلة بتاعت الزاوية الحمرة وكل دي صناعات سياسية وحاجات سياسية ما لهاش علاقة بالواقع المصري الأكيد يعني خبرني عن المسلسل عن بين الصراعات أه دور مختلف تماما الأستاذ سمح عبد العزيز المقرج تفاقنا سوا أن أنا هعمل عم زينهم ده ظلنطاحي بياخد فلوس من ابنه ومن مراته وروح يلعب وما راح لقاه ما بتشغلش لكن حطينا على لسانه حكمة السنين اللي هو انت عارفة بما تبقي قاعدة في مكان سهرانة وفجأة تخش واحدة زملكه انت مش عازما ومن زملكه قوي يعني شفتها مرة ولا اتنين في المرة فتلاقي راح تجرة كورسي وقاعدة مادة ده جابة الاسازة صبى لنفسها كوباية وجابت طبق وخدت أكل من قدامك وبدأت تاكل عادي كأنه أنا بتسميه عند نهانة البرشوت عم زينهم ده برشوت دمه خفيف قوي بيخش في وسط الكلام اللي الناس بتقوله ولقانه رجل كبير فطبع عم زينهم بقى لما أخذ يعني ما شوية يعني شوية ايه عايزين ايه انتو لس انا متكلف في موضوع كده ولو ما انا عايز اتكلف فيه ايه بس دول صحاب اللي اللوم طب ما انا سوف ولو سوف ايه اللوم سوف يبقى عند مكتبة وعايز اتكلف لو اخذ المثائل كده كفة الدم الراجل المصري اللي بيلعب بالبيضة والحجر ودي شخصية تجربة جديدة بالنسبالي الشخصية اداء الشخصية ان مش ملتزم قوي بالنص الارتجاء الأحلى بالدراما يعني لا في المناطق اللي زي دي يعني الناس هو اللي بيجرينها طبعا بالاتفاق مع المخرج في البروبة ممكن لقينا بنقول حاجات قريبة من البتاع فان اتفق عليها فان قولها عشان نصورها عجبان التجربة وعجبان الاختلاف وعجبني حاجة ان انا هناك علي ابني اسماعالي وهنا ابني اسماعالي سامي العدل عندك تاريخ كتير طويل من الاعمال الدرامية التي عرضت في رمضان ومن زمان اصلا كان هناك من يؤسس لهي الحركة الرمضانية الدرامية شو بتشتاء اليوم برمضان؟ عارفة كان فيه الف ليلة كل ليلة كان فيه سيستم معين لرمضان في حياتنا تعلمناه وتعودنا عليه وفضل بالنسبالنا مهما راحت الايام ومهما جات ومهما عدت وانت حبه ده يعني حبه التعود يعني انا من سوم رمضان طول عمرنا اما جيت من منصورة كانوا ما يسألوني انت صايم ولا لا اضحك لان انا عندنا في الفلاحين ما مش حاجة يسمحي ولا لا لازم المصايم التعود اللي احنا تعودنا عليه في الفلاحين او في بلدنا اما جيت هنا في القاهرة لقيته مش موجود بس ابتدنا احنا نضيفه للناس انه يبقى تعود انا شاءت الرمضان مش في المنصورة بقى وانما في الفلاحين بتاع المنصورة ان انت وانت ساعة قبل المدفع بشوية تعدي فتشمي ريحة الاكل طالع من الفران بتاع البيوت مش احساس بالجوع احساس بطعم غريب ما عادش موجود دلوقت ريحة ما عادتش موجودة يعني ام الله رحمها ماتت بقى لها كتير بس مازال طعم اكلها في بقى مهما بقى اختي عملت ولا امراتي اختي عملت ولا امراتي عملت وحاجة بقى الاحدى سواء لكن لسه مازال طعم اكل امي في بقى رحتوا اشترقت للحب اللي كان بين الناس في رمضان وازاي كانوا بيخافوا على بعض وازاي كنا بنسيب الباب مفتوح عشان اي حد جعان او عده في الوقت ده ما جرحش صيامه اللي هي باختراعوها دلوقتي تقولك مائدة رحمها كل بيت كان مائدة رحمها اشترقت اشترقت من سنة 2006 بطلع في كل برنامج اقولهم اموت نفسي زي ما بنعمل سنة للطفولة وسنة للمشعر بنعمل سنة للحب وفي السنة دي هنقول السواق بتاع الاوتوبيس اللي بيشرم ده نقولهم ما تشمش السنة دي عشان احنا في سنة الحب ما تجبيه سنة زميلتك دي عشان احنا في سنة الحب انت مصر تبكيني اليوم ليه ده انا باتمنى هنطلع بعشرين في المية ده كتير جدا لو طلعنا بعشرين في المية ناس تبطل تشم او تبطل تغتاب او تتكلم عن الناس من وراها ده شيء عظيم زي ما كون بشمهم مش عايزين يعملوا كذا كل واحد يقولك انا ايدي معك طب يا ريت نبدأها مع بعض زي ما يكونوا بعد اما بمشي اقولوا ما هو حب ايه اللي بتقيت بتمنها لولادنا اما تيجي النهاردة تقولي ايه اللي بتعمل بالتلفزيون ده والالفاظ اللي بتقالناها نعم يا خطي ما انت بتسمعها من بتوع الميكروباسات طب ما انا مش عايز اسمعها منه ولا مني ولا مش عايز اسمعها خالص انا قريت امبارح الفيسبوك واحدة بتقول انا مش قادرة تخيله يا جماعة انا وحيدة ومتدايقة جدا حاجة اخر دي نصور فقالنا ديت ابني قلت له ده لا اللي انا قريته ده صح قال لي اقولت له يعني ايه يا بدي يعني اخد نصور قال لي ايه اكبر حاجة ايه اللغة دي ايه اللغة دي ايه اللي بيجر في حياتك ايه اللي هيحصل بك انا احس ان الجو مسمم وحاسس ان احنا مجبرين عليه المسائل دي ما بتتعملش كده بالواهم اللي هذه تبقى مخططة معمولة بشكل مدروس وواضح عشان يجبونا من افانة يرجعونا ورا اكتر محنة ليه متبقاش انتي وانا وعشر قنوات وعشر محطات نقول سنة الحب 2018 ونبتدي المهيد لها من دلوقتي ابقى عايش مش عايش بس انتي اهو خلاص انا سلمتك امانة سنة هنقول دي سنة ما تكون حبه بعضها زي ما هي انا مش ربرة كانش ينفع تيجي وانا معرفكيش تدخلي عندنا فواحد عكسك ازاي تدخلي الحي عندنا او شريعنا او حياتك او حدي عكسك رجب ان انا معرفكيش لكن انتي خلاص بقيتي في القابط دي لوقتي الاخ بيشوف اخته هي بتضرب او بيخطفوها او بيغتصبوها يودي وشه الناعة تاني طب وبعدين هنروح فين تاني ما في ابشع من هيك صح؟ والله يتعبان يعني النفس بس قبل ما مامشي ابقى سبتي لولادي وليكو وللناس اي حكوة ما تجو انه تمسك بيه هنقول للرجل انه السنة دي مبلاش رش مش هتعرف تمسك نفسك عشان خاطئ مرة اتنين سبعة تمانية لكن في الاخر اطلع بعشرة في المية بعد السنة دي بشيش خلاص بقى تعود زي ما عودناه حاجة اخر دي نصور اذا احنا بنعوده هون بلاش نش مش كده ايه اللي فيها ان احنا نقول للناس الكلام ده حبيبي ان احنا نقول للناس الكلام ده وزي ما تعود على اخر دي نصور والبيت دي شمال انا باسمع حاجات غريبة جدا كلهم والله العظيم بتجند مهش تيمة ايه بس خلاص بقى دي لغاتنا انا باسمع النهاردة مزعين ومزيعات في قناوات ضخمة جدا ما بتعرفش قوله عربي صح ما بتعرفش تكلم عربي انت عايز ايه يا ابني ايه عايزين حضرتك عايزين ايه امثل يعني طب انت قلتولها قالت لا انا ما فيني ما فيني واقفة عميشتي يعني انا قاسف انا قاسف انا قاسف ليا معاكو قاعدة اولا يا بجد انا اللي هجيلكو دبي وهنقعد نتكلم كتير قوي في اللي كلنا بنقوله لانه مهم جدا جدا ان انت وده 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 وانا عاجوا من بعيدنا تبنى وجهة نظر مفترمة لنا كلنا اهم السياسة واهم من الكلام اللي بتقالك كتير شكرا لوجودك ما انا بس كاينجوز انتو حرمي او اللي حاجت لي ايه انت سايبهم موسيقى موسيقى هذا كل ما لدي في هذه الحلقة اراكم غدا مع مصلسلات جديدة ونزو من زودت موسيقى 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 موسيقى